تنظم مؤسسة حياة كريمة عدة فعاليات لخدمة المواطنين الأولى بالرعاية في محافظة مصر المختلفة في الإسماعيلية نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية فرحة العيد بتجهيز عشرة عرائس بالإضافة لتسليم المساعدات تمكين اقتصادي وحالات طبية مؤسسة حياة كريمة طول الوقت بتقدم فعاليات مختلفة لخدمة أهلنا الأولى بالرعاية في محافظات مصر المختلفة ومن ضمن المحافظات دي محافظة الإسماعيلية اللي قامت فيها المؤسسة بتنظيم فعالية فرحة العيد لتجهيز عشر عرائس بالإضافة لتسليم مساعدات تمكين اقتصادي وحالات طبية حياة كان يعني في جو يسود البهجة وردود فعال إيجابية من كافة المواطنين اللي حاضرين للفعالية وساعدنا بيهم ودايماً إن شاء الله نكون قدر المستطاع على رضا كبير من المواطنين من أهلنا من محافظة الإسماعيلية نبدأ نعمل أبحاث عليهم في الأشد احتياجاً وبنعمل برينة تأميني وصور بطايق وبنعمل مرة واثنين وثلاثة واتصالات لغاية ما بنشوف الصورة لأشد احتياجاً اللي احنا عاوزين نجهزها احنا النهاردة متوديسة فعالية فرحة العيد المنطف تسليم أجهزة عرايس من جميع المراكز وخاصة إسماعيلية فريقنا نزل الشوارع ودور على الإنالج أكثر باستحقاقاً وهم اللي وطلونا ليهم وهم كانوا السبب أن احنا نعمل فعالياتنا النهاردة بقصة حفل بيسود الفرحة والبهجة بين المواطنين تم تسليم المستفدين الأجهزة الكهربائية في مشهد بيبين قد إيه تحقيق حياة كريمة الأهداف أكتر من حوالي عشر عرايس استلموا حاجته من النهاردة كان طبعاً المنظر جميل جداً وإن شاء الله فيه دي مش أول مرة يعني دي أكتر من مرة عملنا الكلام ده وفيه لسه فعالات كتيرة إن شاء الله جاي بإذن الله وطبعاً بمساعدة المتطوعين النهاردة وبجهدهم ومساعدة فريق بحث الحالات قدرنا أن احنا نوصل يعني لأكثر استحقاقاً من القرى المختلفة ينوفص معلية نشكر المجادرة الذي ساعدت قامت بمساعدتها مع زواد بنتي فأنا لا أستطيع القيام بها فنشكرها ونشكر على كل القائمين عليها أتشاء الله يوم بعد يوم بيستفيد مواطنين جدد من خلال الخدمات المختلفة اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة طول الوقت اللي أصبح صداها بيشعر به كل مواطن محتاج للرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتوعاوي لهم